آية تتحدث عن حركة خفية للجبال كشفها الله لنا يعلم السر وأخفر سبحانه يعلم يعني يريد أن يقول لك أيها الإنسان أنني أعلم دقائق أمورك كما أخبرتك عن هذه الجبال أنا أعلم وأخبر بالأشياء الخفية التي تخفيها هذا الكتاب المير بالنور هل يبشر آياته فيها الهدى أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحيه في كل عصر يبهر وخاتم الكتب التي من عند ربك بشر سبحان منزل ذكره قل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره قل الحكيم القادر قل الحكيم القادر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أحبة الكرام لولا أن الله عز وجل صخر لنا السفن من تقل الإنسان عبر البحار من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان ولولا أنه صخر البحار لتجعل السفن تجري فيها والفلك لما استطاعت السفينة أن تجري من مكان إلى مكان ولولا أنه سبحانه صخر الرياح لتحرك أمواج البحار ما تحرك البحر ولا جرت السفن فسبحانه وجل في علاه مع رحلتنا الإيمانية المتجددة وأنزله بعلمي نلتقي في حلقة جديدة مع أستاذنا الدكتور عبدالدائم الكحيل نرحب بكم دكتور بارك الله بكم بارك الله فيك لدينا سؤال كما تعودنا في كل حلقة يعني يقول البعض أنه الأجاز العلمي في القرآن يعني تلجأ إليه أو يلجأ إليه بعض الباحثون لأن الأمة تعيش في تخلف وتريد أن تعود نفسيا عن تراجعها وتخلفها عن البحث العلمي فبماذا نرد على مثل هؤلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أصحاب الأجمعين الحقيقة الأمة متخلفة بالإعجاز وبدون الإعجاز سبحان الله لأن هذه حقائق واقعية ليس لها علاقة بموضوع الإعجاز لأن عدد باحثي الإعجاز قليل جدا جدا ويكاد يكون نادرا نعم وأي إنسان يمكن أن يتذكر في عقله كم باحث هناك يمكن أن يعدوا على أصابع اليد الواحدة نعم أو الاثنتين نعم على الرغم من وجود الكثير من الأفاضل يبحثون ولكن ليس لهم تأثير نعم إذن الإعجاز العلمي هو متقبل من قبل شريحة كبيرة وبخاصة من الشباب لماذا؟ لأنه يخاطب الروح والعقل معا سبحان الله دائما تجد في القرآن الإعجاز العلمي مرتبط بالعبرة وبالنتيجة والهدف صحيح لا توجد آية فيها إعجاز علمي ليس منها هدف محدد مثال سريع تفضل دكتور وترى الجبال تحسبها ماذا؟ جاملة جاملة وهي تمر مرة السحاب الله صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى طيب كيف تمر مرة السحاب؟ لم يثبت إلا حديثا أن هذه الجبال تتحرك بمعدل سنتيمترات كل عام سبحان الله خلال 365 يوم الجبل يتحرك مثلا بحدود 2 سنتيمتر فقط سبحان الله حركة دقيقة لم يتم اكتشافها إلا من خلال أقمار الاصطناعية والقياسات من خارج الأرض من خارج الأرض طبعا فضبطوا هذه المسافة الدقيقة جدا سبحانه منزل مليمترات عجيب إذن هذه آية تنبئك عن حقيقة علمية أن الجبال تتحرك وتمر جميل لماذا مر السحاب؟ لأن السحاب تدفع من قبل الرياح صح؟ نعم والرياح تتولد نتيجة فروقات درجة الحرارة نعم علميا نعم الجبال تدفع من قبل ضغوط تتولد نتيجة فرق درجات الحرارة تحت الجبال تشابه عجيب لكي لا نتأثر نحن البشر يتأثر هذا الجبل ويتحرق قليلا يحمينا وباستمرار هو حماية لنا عشان كده رواسي أن تميد بكم الله أكبر أنا الآن أمام آية فيها دقة علمية بمستوى المليمترات في السنة يعني أكبر دقة يمكن أن تتخيلها سبحان الله وأكبر حقيقة كانت مخفية عن البشر قبل أربعين أو خمسين عاما عندما أحد علماء ألمانيا افترض أن الجبال تتحرك والألواح تتحرك اتهموه بالجنون سبحان الله اليوم هذه حقيقة مثبتة سبحان الله طيب كيف يختم الله الآية انظر إلى الدقة يعني أنا أريد أن أخذك إلى العبرة نعم نعم آية تتحدث عن حركة خفية للجبال كشفها الله لنا يعلم السر وأخفى سبحانه يعلم يعني يريد أن يقول لك أيها الإنسان أنني أعلم دقائق أمورك كما أخبرتك عن هذه الجبال أنا أخ أعلم وأخبر بالأشياء الخفية التي تخفيها لذلك بما ختمت الآي وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون الله أكبر عن ربط ربط علي لا يوجد عبث لا يوجد عبث دقة نهو كلام الله سبحان الله طيب البحار ذكرت البحار نعم نعم طيب ماذا عن البحار نعم البحار تتفجر الآن أمامنا في الدنيا هناك بحار تتفجر بحار تتفجر هل رأيت انفجار للبحر مثلا سبحان الله هل تحب أن ترى مثلا هناك أدل عملية على ذلك نعم ليس عملية مناظر طبيعية هذه سبحان الله ترى بحر ينفجر بحر ينفجر نعم سبحان الله دعنا دكتور نحن نشاهد هذا البحر كيف يتفجر بسبب ضغوط الأرض الهائلة التي تطلق هذه الحمام المنصهرة بدرجة حرارة آلاف الدرجات المئوية فتختلط مع ماء البحر البارد فتولد مزيجا منفجرا يؤدي إلى ما نشاهده الآن في منطقة قرب جذر هواي هذه على شواطئ هواي حيث تصدر انفجارات لهذه البحر إذن هنا البحر يسجر ويحمى أولا ثم يتفجر مراحل كيميائية دقيقة للتفاعلات الكيميائية هنا سبحان الله إحمى ثم تفجير نحية علمية نتحدث انظر إلى هذه الانفجارات هذه كلها حجارة ملتهبة تطلق أصوات مرعبة أصوات هذه الانفجارات مرعبة وتحدث في البحر ونحن غافلون عنها عندما درس العلماء هذه الظاهرة ماذا وجدوا؟ وجدوا أن هذه البحار يجب أن يتم رفع درجة حرارتها لأكثر ألف درجة مئوية الماء ثم تتفكك بعض جزيئات الماء إلى الهايدروجين والأكسوجين مشكلة مزيجا شديد الانفجار هذا المزيج إذا جاءته الشرارة يطلق مثل هذه القذائف العنيفة جدا التي تنطلق لعشرات الأمتار في الهواء وهي تنفيذ أيضا للكرة الأرضية وهي رحمة بنا أيضا رحمة لباقي الكرة الأرضية سبحان الله عشان بعض المشاككين وبعض يقول يعني كيف يؤذى بشر بهذه البراكين سبحان الله هي في جزء بسيط من الأرض لتحمي كل من على الأرض سبحان الله رحمة لذلك الآن نحن قمنا بوصف فيزيائي وكيميائي لهذه الظاهرة جميل هل تتخيل أن هذا الوصف يمكن أن نجد إشارة له في القرآن الكريم؟ الله أكبر هذه الظاهرة جميلة جدا وعجيبة طيب الله عز وجل أراد أن يخبرك أن يوم القيامة سوف تتفجر البحار هل يضع آية هكذا عبثا ثم ينتهي الأمر أم يجب أن يرافقها طبعا لا نقول يجب سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين ولكن بالنسبة لنا رحمة بنا أنه وضع فيها دليل علمي مخفي نعم إذا اكتشفته أيها الإنسان تدرك أن هذا المشهد ستعيشه يوم القيامة عندما قال تعالى وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ فليس غريبا عليك لأنك رأيته في الدنيا وهذه صورة مصغرة عنه سبحان الله طيب الآن أنا لدي مشهد آخر وهو وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ من سجرة في اللغة سجرة تنورة أي أحماه رفع درجة حرارتي طيب لذلك قال تعالى ثم في النار يُسْجَرُون يُحْرَقُون سلم يا رب نعم إذن سجرة اشتعل بعض التفاسير تقول امتلأ هذه خاطئة قديما نعم الآن أصبح لدي آيتين في القرآن آية تقول وَإِذَا الْبِحَارُ مَاذَا فُجِّرَتْ والثانية وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ الترتيب العلمي كيف يكون للانفجار الإحماء والتسجير أولا نعم ثم ماذا نعم ثم ماذا يحدث بعد الانفجار والانفجار نعم الاشتعال والإحماء والحرارة أولا بداية ثم الانفجار هذا الترتيب المنطقي والعلمي سبحان الله لو ذهبنا إلى القرآن نجد أن هاتين الآيتين وردت أول مرة في سورة التكوير وإذا البحار سُجِّرت في السورة التي تليها سورة المفطار وإذا البحار فُجِّرت حتى عندما رتبهما الله رتبهما علميا ومن يستطيع أن يرتب هذا الترتيب ومن يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام إلا خالق الكون سبحانه وتعالى سبحانه وجل في علا ولكن ليه تعقيم بسيط دكتور يعني أرى كدارس لعلم التفسير وإذا قلت أن هناك بعض مفسرين قال البحر ابتلأ نقول أننا ربما هذا وجه وصل إليه المفسر في أحد التفسيرات وهذا وجه علمي جميل وجليل توصلهم إليه صحيح 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 ينقل القلوب إلى الإيمان وإلى العبرة صحيح أحسنت 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 بارك الله فيك دكتور الحقيقة أنت أم تعتمد؟ أود أن أقول نفس الكلام لأن التفسير حقيقة فيها من الغنى اللغوي ما نكتشفه الآن من التفسير وستظل تظهر عجائب أخرى لآيات الله تبارك وتعالى رزاكم الله خير دكتور على هذا الإدلاء سبحان الله القرآن وآيات القرآن حمالة وجوه وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن قرآن الله تبارك وتعالى في الحديث الصحيح لا تنقضي عجائبه هذا كلام الرسولي الله صلى الله عليه وسلم عن القرآن الذي بينه لا تنقضي هي بصيغة المستقبل وبصيغة الاستمرار أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا وقائدنا إلى الجنة ورفيقنا اللهم أمين أنزله بعلمه أحبة الكرام والله لو أنطق الله السماء لقالت ربي الله والله لو أنطق الله الأرض لقالت ربي الله والله لو أنطق الله الجبال والبحار لقالت ربي الله نستكمل أحبة الكرام رحلتنا الإيمانية مع الدكتور عبد الدائم الكحيل دكتور ماذا عن البحار أيضا وما فيها من إعجاز ورد في القرآن الكريم يبين عظمة آياته في الكون وعظمة آياته في القرآن الكريم يا سيدي البحار هناك حديث في القرآن وفي السنة لا يكاد ينتهي سبحان الله أي اكتشاف في عالم البحار تجد له إشارة إما في القرآن أو في السنة جميل يعني مثلا سأعطيك مثال بسيط جدا العلماء لم يكتشفوا أسرار باطن الأرض إلا في العصر الحديث جميل وتبين أن كل البحار تقبع على طبقة رقيقة ملتهبة القشرة الأرضية تحت البحار قد تصل فقط إلى خمس كيلو متر في بعض المناطق رقيقة جدا بينما في مناطق اليابي ستصل إلى أكثر من مئة كيلو متر الله أكبر هذه الطبقة الرقيقة الهدف منها أن تخرج منها حمم منصهرة تحدث انفجارات في أعماق المحيط لا نسمعها ما رأيناه قبل قليل هو واحد بالمليون مما يحدث في أعماق المحيطات على فكرة والله أخفاها عنا أخفاها رحبة بنا الله أكبر وإلا صوت هذه الانفجارات يصم الآذان سبحان الله الله أكبر لذلك هنا عندما تنزل إلى أعماق المحيط ماذا يمكن أن ترى؟ سوف ترى عالما غزيرا بالحياة كائنات وقرب هذه الانفجارات تعيش كائنات حية يرزقها الله عجيب الله أكبر وعلى أعماق صحيقة في أعماق المحيط هناك كائنات لم تكتشف بعد كيف تتحمل درجات الحرارة هذه دكتور؟ خلقها الله بنظام متناسب مع هذه الحرارة ومع الضغط الهائل يعني تصور أن الضغط في أعماق المحيط الهادئ يبلغ ألف ضعف الضغط الجوي بس ستنصر هذه الكائنات نحن لا نتحمل أن نضع إنسان في غرفة مغلقة ونضغطه مثلاً عشر ضغط جو سيموت صحيح فكيف تتحمل هذه الكائنات ألف ضعف الضغط الجوي في أعماق المحيط على عمق إذا عشر كيلو متر؟ سبحان الله إذن هناك إعجاز ينبغي أن نتأمله ونتدبره جميل الاكتشاف المذهل الذي أذهل الملحدين أولاً لأنهم هباً كشفوه أيوة قالوا إن هناك على عمق ألف كيلو متر تحت هذا البحر هناك بحر أعظم منه بثلاثة أضعاف يعني محيطات الدنيا الآن التي نعرفها كلها جميل لو أخذنا كمية الماء الموجودة في البحار والمحيطات على الأرض نعم سوف نجد على الأقل ثلاثة أضعافها على عمق ألف كيلو متر سبحان الله لذلك هذا الكشف عنوانوه بعنوان غريب بحر تحت أقدامنا تحت الأرض في أعماق الأرض على عمق ألف كيلو متر سبحان الله طيب ما هذا البحر ما الفائدة منه يعني بحر تحت بحر أم بحر تحت اليابسة البحر تحته طبقات ملتهبة نقول جميل وعلى عمق ألف كيلو متر تحت هذه الطبقات الملتهبة التي تلهب وتتدفق منها الحمام المنصهرة جميل يوجد بحر آخر الله أكبر تعني أرى معك أعماق المحيط إذا أحبب حقيقة مزهلة الكلام نعم وهذا اكتشاف منذ أشهر قليلة فقط حديث جدا وستزهلنا أن يربط هذا بالقرآن الكريم أكيد بالقرآن والسنة صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وبشكل أفصح وأكثر بلاغا يا الله يعني تصور هنا أعماق المحيط هنا هنا على عمق تقريبا خمسة ألاف متر يحدث هذا المشهد وتتفجر هذه الحمام المصهرة عندما تتدفق وتلهب ماء البحر انظر كيف يلتهب هذا الماء ويصدر صوتا مرعبا أيضا هذا الانفجارات وهذا يحدث باستمرار الآن ونحن جالسون هناك مناطق كثيرة يحدث فيها هذا المشهد سبحان الله لماذا يحدث لأن البحر يقبع فوق طبقة ملتهبة نارية صحيح وتحت الطبقة النارية هناك عذب كيف يحدث ذلك؟ الله أكبر طيب أصبح أنا لدي أنا كباحث علمي لدي حقيقة علمية لا أستطيع أن أغفلها نعم وهي كانت مفاجئة للعلماء أن هذا البحر يوجد تحته ثلاث طبقات ملتهبة تحدث فيها معظم التفاعلات الكيميائية الحرارية التي تنطلق منها مثل البراكين والصدوع والزلازل هي مسؤولة عن كل هذه الكوارث جميل ولكن أن تجد تحت هذا اللهب تجد بحرا كيف تم تخزينه وتسربه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هل هناك أبسط وأعظم وأروع من هذا الكلام الذي لخص لنا به النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة علمية نراها اليوم بأعيننا الله أكبر فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا صلى الله عليه وسلم ينبئك بما في أعماق الأرض فهل هذا النبي نقول عنه إنه نبي كما يدعون التخلف والإرهاب أم نقول هو نبي العلم صلى الله عليه وسلم الذي يعلم العلماء صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وليراه لأول مرة كانوافداً إلى المسجم الووي صلى الله عليه وسلم فإذا به يقع مغشياً عليه عندما رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنا لا أتكلم بلغة الدرواش هؤلاء أنا الآن أتذكر لما كان هؤلاء عندما يرون النبي يحابون صلى الله عليه وسلم هذه الهيبة لم تأتي من قليل النبي بعدما أفاق الرجل قال له تواضعاً منه صلى الله عليه وسلم ماذا بك يا رجل إنني ابن امرأة كانت تأكل القضيدة في مكة تواضعاً من النبي صلى الله عليه وسلم أشكر الله على هذا الإدلاء الجميل صلى الله عليه وسلم تواضع مع علم غزير تواضع مع عطاء إلهي ومعرفة هل أوتي النبي أجهزة ينزل بها إلى عماق البحار ليعرف هذه الأسرار هل أوتي النبي صلى الله عليه وسلم مراكب فضاء يصعد يعرف السماء ذات الرجل والأرض ذات الصدع إن النبي كان بينه وبين ربه وصلة الوحي العظيمة رسائل ربانية ووصل رباني من خالق الكون فلما نزلت آيات القرآن عليه كانت مطابقة لآيات الكون صلوات ربي وسلامه على سيد الكون الوحي هل معطرا بالخير جاء أم نورا والغار غرد ذكره جبرين يبطر أكررا قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا